بطلنا رجل عصابات قد الدنيا اسمه بانسو بيرعب اي عدوي ليه من مجرد ظهور قصاده وفي نفس الوقت رجل اعمال مصهور برضو وعنده شركات بالهبل بيحكمها بنفسه ومنهم كتير بتوحماء يعني يعتبر شغل عنده واسسا هو اتجوز بنته علشان طمعون في كل ده وفي اخر صفقة ليه بقى في الشغل بتاعه كان عايز يسيطر على منطقة معينة يبني عليها وكل الناس باعوا ممتلكتهم فيها الا واحد مرديش فرح بعيت له رجالته يجبره يتنزل عن المصنع بتاعه طبعا الراجل مرديش في الاول بس على مين رحوا مهددين وبقطع ايده لو ممديش فاضطر يسمع كلامهم ويحافظ على حياته وخلاص ومن بعدها بقى كان فرحان جدا بنسوه بالانجاز ده ورح لحماء يعرفه انه خلاص سيطر على المنطقة وهو راجع من عنده بقى شف مطعم كده بيقدم اكلة كان بيحبها زمان فدخلوا طلبها جيدوها لقى الطعم استغفر الله متغير قوي فقام يدفع ويمشي رحت الست صاحبة المطعم مسكتتش وقالت له ده انت حتى مكلتش هو فيه ايه اكلي مش عاجبك ولا ايه فما كانش عايز راغي ومصدع اصلا فقال لها خلاصين يا ست عايز امشي في نفس الوقت ده كان في طالب عايز يمشي برضو بس من غير ما يدفع علشان ملقاش محفظته فالست قالت له عادي يا حبيبي امشي وهخلي عمه ده يدفع لك فبنسوه قال لها عم مين يا وليا معرفوش اصلا فبرقت له كده رح دفع زي الجزمة وماشاء الله الواد كان طالب كل المحل فكلفه جامد يعني فبقى مش طايق نفسه اما بقى الواد ده فجري بسرعة على اللي اتصلوا بيه كانوا زميله في المدرسة اللي اكبروه يطلع يجيب الجزمة دي من على السطح فهو هو بيجيبها مخدش باله ورح واقع فنزل على راس مين عمه طبعا فهم اللي اتنين ساعتها دخلوا المستشفى فبعدها الراجل لقى كل اللي حواليه بيتعاملوا معاه ورح يبص في المراية لقى شاب صغير ظاهر فقلق بقى وكملت بالنشاف نفسه في المستشفى فترعب وطلع لما الواد وقع عليه ارواحه متبدلت هو دخل جسم الولد وفقد الوقتي والولد دخل جسمه ولسه في غيبوبة وقاعد عنده المساعد بتاعه بيحرصه حاول يقرب لجسمه وقاعد ينط عليه يمكن روحه ترجع له تاني لقى مفيش فايدة وقفشه كمان المساعد بتاعه وافتكره بيئزي مديره فرح مسكه من قفاء وتارده برا فبسرعة ابو رح واخده اللي هو ابو الواد يعني ورح بيله الدكتور يسأله هو ابني متغير كده ليه فقاعد بنسوي يقول له يا عم ما عرفكش ابني مين بس ده نفسنك يا راجل فالدكتور قال له تطمن يا حاج ده تلاقيه فقط الزاكرة ولا حاجة فعرف ان هم مش هيصدقوا ابدا مهما تكلم فساعدها رح لبيته لأمراته قاعدة بتعيط افتكرها زعلانة عليه ولسه هيقول يا قصيلة يا بنت القصلة طلعت زعلانة علشان الختم بتاعها مش اكتر فلسه هيشتمها ملحقش علشان لقها شفته وقاعدة بتصوت وماما يقول لها انا جوزك ما بتصدقش ما يشايف عيل قدامها فطبيعي يعني ومش بس كده طلبت له البوليس كمان فجري ابوي رح له لإسمه وقاعد يفهم الزباط هناك ان ابنه تعبن في دماغه ولسه فائق من غايبوبة فاكتفوا بس بتحذيره المرات دي من غير محاضر فرح واخده ابوه بقى على البيت فرحان انه رجع له وهو كل ده مش طيقه وعايز يمشي من هنا يشوف حل اللي حصله ده ولكن لقى الراجل بيفجأه بواليه ما تكفي عيلة وبيقول له حاجة بسيطة بقى يا ابني عقبال معملك اكل تاني فاتخض وقال له هو مين الحمار اللي هيكل كل ده يا دوبك خمس دقيق ولقى نفسه هو الحمار بلع كل حاجة حرفيا وسعيد افتكر ان الواد اللي هو في جسمه دلوقتي نفس الواد المفجوع اللي كان معاه في المحل ولقى ابو ده تاني يوم واخده كده من ايده بالعافية للمدرسة علشان شك ان في حد بيتنمر عليه وزقه من على المبنى لانهم قالوله انه حول يموت نفسه فهو عارف كويس ابنه مش كده خالص رح واخده بقى يعرف اللي حصل فبنسوه اول ما دخل للمدير ولا اهتمله وقعد في كرسي كمان فعلى طول ابو اعتذر للمدير وقال له معلش بقى ابني كان في غيبوبة بس انا عايز اعرف هو ايه اللي حصل له فعلى طول المدير قال له ايه استاذ انت بتتهم طلاب مدرسي ولا انهم متنمرين فقفش بنسوه من كرامه انه بيخبي حاجة وانهم متنمرين فعلا فقال ابو يمشي هو وهو هيعرف ايه اللي حصل له ففعلا الراجل وصق فيه ومشي فرح ساعتها بقى بنسوه الفصله وعرفته من المدرسة انه فقد الزاكرة دلوقتي فبرح عليه فلقى العيال قاعدين يبصوه بقرف فحس ان دول اللي اتنمروا عليه فطنشهم وراح على الكافيتريا ياكل وكان مستمتع جدا لحد ما سمع كده شلة بيتنمروا على بنت الوحدها وقاعدين يبوزولها اكلها وبيقلوا ادبهم عليها مع انها ترجتهم اكتر من مرة يبعدوا عنها فرح نزعق لهم مش عشان يدفع عن البنت لا لانها متهمهوش الصراحة ده بس علشان مش عارف ياكل من الدوشة بتاعتهم فلما قال كده عصب البنات فرح صاحبهم ايلهم ده شكله تابل ده واللي ايه سيبوني عليه وراح ايله يقابله برا فجاله فعلا وهو مش خايف فالوضي تخض الصراحة بس دارة ده وقال له من بكرة يا حبيبي تيجي وفي ايدك اكري والعصير بتاعي زي ما متعود فساعتها بنسوسة قاله لو كان مش اغاله من زمان عنده فقال له ما طول عمرك هفق يلا ولسه هيمدي ايده عليه لقى بيدربه بالقلم وقعه على الارض فترعب منه بالذات انه بعد ما ضربه مشي ولا كأنه عمله حاجة فتعصب قوي واللي دايق الواد اكتر ان فيه واد كده شافه بيتضرب فساعتها راح هو وصحابه ملمومين عليه في الحمام علشان يضايقوه لانه كان خايف يحكي اللي شافه وان الواد المتنمر اضرب يعني ملحقوش يلمسوا الواد الغلبان ده ولقوا بنسوف وشهم وبرضو ضربهم المراضي ومش بس كده خد موبايل الواد المتنمر ده وقال له هيبص عليه ويرجعه له بكرة ولما رجع البيت فتح الموبايل وشاف فيديو للواد اللي هو في جسمه وهما بيترياوا عليه وبيقولوله يجيب الكوتشي ومش هيضايقوه البنت اللي بيحبها من تاني فساعتها نفس طلبهم ووقع بقى من على المبنى وحصل اللي حصل فارتح انه عارف هو ازاي ده حصل وقتها وعلى طول تاني يوم رجع الموبايل للواد المتنمر وشلته وبقى مش مهتم للمدرسة خالص ومهتم بشغله بقى وعلشان كده روح من تاني لقودة المستشفى وقابل المراضي المساعد بتاعه واقنعه انه هو رئيسه ما كانش مصدق في الاول طبعا بس قاعد يقوله على مواقف حصلت بينهم بس فصدق وقتها فراح بنسوه ايله انه هيخرج من المدرسة ويجيله ويبدأوا خطاتهم ففي اليوم اللي قرر فيه مايروحش المدرسة من تاني وهو خارج منها شاف بنته مقاع من شنطتها الدبدوب ده فخده ايديه لها لقاها بتكلمه والمفروض كانت صاحبته ففهم انه هي اللي كان بيحبها الودي اللي هو في جسمه بس مهتمش برضه وجاي يمشي اتفاجئ بحبيبته القديمة ميسون بتجري على البنت دي وطلعت مامتها فمن غير تفكير نده لها باسمها لسه بها فاكرها تتأثر راح يتضرب على دماغه وقعدت تقوله انه قليل الادب علشان بينادي لحد اكبر منه باسمه كده حاف ففهم انها لا يمكن تتعرف عليه كده بس شغله قوي حوار بنتها ده وعلشان يتأكد من اللي في دماغه قرر يعمل تحليل دين ايه وخد من شعر راسه شعره ورح يشد البت من شعرها علشان يجيب شعره منها برضه فما بقتش طيقه ومش فهمه هو بيعمل كده ليه وكله كوم ولما اكتشف ان البنت دي بنته فعلا كوم تاني طلعت بنته من حبيبته القديمة ميسون بقى هيعاية من الصدمة لما افتكر قد ايه البنت كانت بتعاني في المدرسة من التنمر وبقى من ساعتها بيدفع عنها في المدرسة يعني مثلا كان فيه بنت بتزعق لها وبتتبلع عليها انها سرقت الروج بتاعها فقال لها ان هو اللي خده ورمى بعد ما حط منه لانه ما عجبهوش فطبعا الكل بقى يخاف منه دلوقتي فالبت ما عملتلوش حاجة وبعدت عن بنته كمان بس هو شايف ان ده مش حل لازم حاجة اقوى تمنعه من التنمر على بنته علشان كده راح لمامتها يعرفها فاتصدمت ان بنتها بتعاني من غير ما هي ما تعرف وقعدت تشتم في بنسو فحسب الزنب اكتر بالذات لما الست بدأت تتكلم عن معاناتها وهي بتربي بنتها لوحدها في المجتمع ده بس على طول فائت كده وكررت تتكلم مع مدرس الفصل بتاع بنتها تشتكيله من العيال فوقفها على طول بنسو قال لها ان المدرسين والمدير عارفين وسايبين الموضوع عادي فمش ده الحل خالص الاحسن ان بنتها تتعلم ازاي تدفع عن نفسها وهو عارف هيعلمها ده ازاي المهم بس هي تخليها تروح لمكان معين كده بالليل ففعلا البنت روحت للمكان وتفاجئت به هناك فاول ما شافته حبت تمشي فلاقيت المساعد بتعوفه الشهة بيقولها رايحة على فين وفهمها وقتها بنسو ان هما هيفضلوا هنا لحد ما هي تتعلم ازاي تدفع عن نفسها وهو كمان يخس فاعجبتها الفكرة وفضلت تروح المكان كل يوم لحد ما في الاخر بقيت تقدر انها تضرابه وهو كمان خس كتير ويعني بجد لو قال لي على المكان اللي راحه ده عشان يتحول كده هكون متشكرة جدا المهم انه بعد ما تحول كده بقوا كل اللي في المدرسة مش بس بيخافوا منه لأ ده كمان بيحبوه والبنات كلها بقيت تكراش عليه بس في نفس الوقت حاولوا يضايقوا في البنت برضو كعادتهم يعني فالمرة دي بقى فاجئتهم بدفعها عن نفسها فالكل مبهر بقوتها دي وما بقوش يقربوا لها من تاني فرح بقى بعدها المامتها يحكي لها عن اللي حصل ففرحت بيها قوي وقعدت تفتكره فافتكر انه وحشها مثلا وندمانة انها سابته زمان ففاجئته انها ندمانة انها ما قتلتهوش بس على طول قالت له انت عيل صغير يا ابني ما نكشف الجودة وقامت تخدم بقي الزباين واللي تفاجئت بواحد منهم بيلمس جسمها وتفاجئت اكتر لما لقيته قايم يدفع عنها وبكل رجولة قال لها تخش جوه وهو هيتصرف ورح مسك الرجالة دول عاجينهم من الضرب وقعادي زعق لهم انهم ازاي يلمسوا الست اللي تخصوا فساعتها سمعت واستغربت قوي وقالت له هو مين بالضبط علشان يكلمها كده فاعترف لها بالحقيقة ساعتها وانه هو بنسوه بس بجسم دونج صاحب بنتها فساعتها ما صدقتش طبعا فقعادي يقول لها على حاجات ومواقف كانت بينهم فتأكدت انه هو بس عقلها برضو مستوعبش ولكن على طول قالت له يبعد عنها وعن بنتها لانه ما يستحقش يكون باباها اصلا وهي خلفتها علشان تكون معاها مش عشان تكون رابط بينه وبينها ورح اتطرده كمان وبعدها قعدت تفتكر زمان لما قررت تسيبه اول ما عرفت انه تورط في شغل عصابات ولما لقيت نفسها حامل وحبت تقوله يمكن يبعد عن القرف ده لقيته بيفاجئها انه موافق على الانفصال علشان قرر خلاص يتجوز بنت مديره في الشغل فعرفت وقتها انه بقى حاكر رسمي وقررت تخلف لوحدها وما تعرفش عنه حاجة تاني ولكن هرجع لها بعد سنين وبطريقة غريبة جدا بس مش ده المهم المهم دلوقتي تبعده عن بنتها وقالت لها فعلا ما تتكلمش مع تاني فالبيت سمعت كلامها لدرجة راح تسألته وهو انت قلت ايه الممتي عصبها منك اوي كده فعمل نفسه مش من هنا عشان طبعا مش هتقتنع لو قلها الحقيقة فساعتها ما حبيتش تكبره يتكلم وركزت مع زميلها اغنى واحد في المدرسة اللي جي يطلب منها تحضر حفلة عيد ميلاده في بيته ففرحت اوي ورح تجار يتجهز نفسها ورح يطلو فعلا واستقبلها حلوة اوي فحست انه معجب بيها وفي نفس الوقت ده كان بنسو طلب من ممتها تقابله في كافيه لاخر مرة وهناك اعترف لها بانه لسه بيحبها وقاعد يقول لها انه ندمان على اللي عمله فيها زمان فقالت له انه كداب لانه لو فعلا ندمان كان هيحاول يظهر ويعتذر قبل كده ولكن ده ما حصلش هو شافها صدفة فسبحان الله افتكر فلا طبعا مش موافقة سامحه ومش بس كده دي اتهمته بالتحرش كمان علشان قرب لها وشدته معها فعلا يروحوا للإسم ولكن اللي وقفهم وقتها ان جالوا اتصال من الوادي الغلبان صاحبه بيقوله فيه ان هيون بنته يعني في خطر علشان سمع بقي البنات بيت ترياه عليها انها غبية علشان رحت للوادي الغني ده في بيته وانه هيزيها اكيد فطبعا سمع الكلمتين دول وتجنن فساب ميسون على طول وجيري جاب عربية من المساعد بتاعه وخاد البنات اللي يعرفوا بيت الوادي الغني ده وطبع ليه في الحفلة كان وقتها هو وصحابه بيحاولوا يسخفوا على بنته ولما دخل الحفلة وحاول يبعدهم هجموا عليه يضربوه ففاجئهم انه قدر عليهم كلهم وكمان البيت نفسها رحت ضربة الوادي الغني ده ولا همها وبعدت مشيت مع بنسول برا ولما بعدها حاول يروح لمامتها من تاني المحل بتاعها على طول طردته فوهو خارج من عندها شافته زميلة بنته البيت المتنمرة كانت جاية تعتذر له وتعتذر لها فقال لها مش مهم وتمشي فلقاها ما مشيتش وبتسأله لو في حاجة بينه وبين هيون فقال لها يا ديني لا لا طبعا ومسك نفسه بالعافية انه ما يعرفهاش ان هيون بنته اصلا فلقاها تبسطت قوي وقالت له حس كده بقى انا بحبك الصراحة ومش لازم ترد علي دلوقتي ورحت جارية مين بقى سمعتها هي بنته نفسها فقالت انا محدش يعلي علي وقالت له ان هي كمان بتحبه فقال لها لا يمكن وتخض قوي كده ورح ماشي اما هي فرجعت لمامتها تعرفها فالستة صدمت وقالت لها ده بالذات لا يمكن ابدا فالبيت ما بقتش فهمها هو ليه كلامهم واحد بس عرفت ليه تاني يوم لما شافت مامتها بتشده من قدام المدرسة وبيتخنقوا سوا ولما شافتهم كده رح يلها بنسوه من غير اي مقدمات انه بيحب مامتها فاتصدمت لانه ما قالهاش بقي الكلام وطلعت تجري بيد عنهم فساعتها هزقته ميسون انه كان يمهد لها حتى مش يصدم البت كده فالله اللي حصل حصل بقى ورجع على بيته فاتفاجئ هناك بنفسه طلع الواد اخيرا فاق من الغيبوبة ووقتها اول ما فاق كان قدامه زعيم عصابة تانية بيحاول يقتله فبالصدفة بعده عنه وقام عادي يشوف نفسه لقى نفسه بقى رجل اربعيني ويجي بقى لابو يشتكيله فالراجل خاف منه قوي لانه عارفه كويس هو بنسوه اللي كان السبب في دمار شغله وما فهمش ابدا ازاي بيقول انه ابنه دلوقتي فساعتها لما جي بنسوه الحقيقي قال له على اللي حصل وانه ارواحه متبدلت فبقى الراجل فاهم ومش فاهم في نفس الوقت بس استغل بنسوه ان الواد فق خلاص ورح واخده يساعده مع ميسون ورح كذب عليها وفي ايده نفسه وقال لها انهم خلاص رجعوا لطبيعتهم وخلى الواد يمثله هو في جسمه انه هو بس يا حبيبي ملحقش علشان فجأة هجم عليهم رئيس العصابة التانية برجالته وجاي علشان يخلص على بنسوه فالواد على طول استخبه في ميسون فعرفت ان بنسوه لسه في جسم دونج وعلى طول اكد لها ده لما قال لها تستخبه جوه هي والواد وهو يحميهم وفعلا الواد الجبان خدها بسرعة يستخبه وقاتها بقى هجم عليه الرجالة كلهم وكان قادر عليهم بس احنا كلنا عارفين ان الكترة تغلب الشجاعة فشوية وفيص منهم وكانوا لسه خلاص هيقتلوه لولا هي اتدخلت وفي ايدها انبوبة غاز وفتحتها وحطت جنبها نار فبقى رجل العصابات بيبص للواد وهو مستغرب ازاي العيل ده يبقى ابو بنتها فمدت لهش فرصة يفهم وراحت مسوطة انها هتفجر بجد وبدأت تعد للتفجير فطلع يجري هو ورجالته وهما مرعوبين منها وساعتها بقى شكرها بنسوه على انقازه لانه عرف انها لسه بتحبه فقعدت تقول له امال ايه عبيت انت ده انا خلفت بنتنا علشان يبقى معايا حد شبهك مش اكتر ففرح قوي انه تأكد ان هي كمان لسه بتحبه زيه وساعتها بقى قرر يحل مشاكله وهي اكبر مشكلة كانت عنده انه من ساعة ما دخل المستشفى ومراته اللي منها لله اللي بتخونه اصلا قررت تتفق مع رئيس عصابة تاني ضده طبعا وسرقت من فلوس ابوها ملايين ولبسته ان هو اللي سرقها فساعتها اول ما عرف بعت لحمة جواب وقال له انه بريء وان بنته بتتبلع عليه فراح الراجل جايبها وسألها وتأكد انها اتفقت على جزها مع عدوه فعلا فقعد بقى يهزق في بنته وطلب من بنسو انه يجي برضو فساعتها اضطر يبعت الواد وهو في جسمه لانه لو دخل بالشكل ده محدش هيصدقه ففعلا الواد دخل مكانه وقعد يقول الكلام اللي بيقوله له في السماعة بس اتفاجئ بمراته وعرف انه مخلف بنت من حبيبته وحبكت بقى السماعة تفصل هنا فساعتها الواد ملقاش حل غير انه يعترف بالحقيقة وقال لحماء انه فعلا مخلف ولكن حبيبته دي كانت حبيبته قبل جوازه ومن بعد جوازه ببنته قطع علاقته بيها وما كانش يعرف اصلا انها حامل وعرف كل ده بالصدفة فساعتها حمااء قاله مش مشكلة المهم انك هترجع لنا وهكتب لك كل املاكي وهضر اضميراتك من هنا وهتبقى انت وريسي في كل حاجة فساعتها بنته بقيتها تتجنن انه تخلى عنها علشان جزها لقوا اتفجت اكتر لما لقيت جزها بيقول لباباها انه مش عايز حاجة منه وكل اللي عايزه دلوقتي يرجع لحبيبته وبنته فساعتها الراجل احترمه وساب ويمشي فعلا فاتغازت قوي من اللي حصل وكررت تنتقم منه وعشان كده لما شافته واقف في الشارع قررت تغبطه فشافها بنسول حقيقي اللي في جسم دونج وكرر يحميه وخد الخطة بداله فساعتها نقلهه على المستشفى بسرعة وجات هيون وقتها وهي مغضود عليه فما لقاش وقت انسب من كده انه يعترف لها بالحقيقة وحكى لها كل اللي حصل فلسه هتحضنه باباها بقى اتفاجئت انه فقد الوعي ومش لوحده الوات برضه اغم عليه ولما دخل العمليات اتفاجئ ان الدكتورة هي نفسها صاحبة المطعم اللي دفعيته فلوس كتير في الاول وقالت له هتعمله خدمة اصادها ففهم ان هي اللي تسببت في تبادل روحه مع دونج علشان وقتها يرجع لحياته القديمة والعيلته كمان ومن ساعتها بقى رجع كل واحد لجسمه وبقت هيون مع دونج على طول في المدرسة علشان ارتبطه خلاص اما هو بقى فبقى يشتغل عند ميسون في مطعمها مع المساعد بتاعه وكمان ابو دونج وحياتهم بقت بسيطة اه بس كلها حب فارتح فيها اكتر عن حياته القديمة والف شكر لصحبة المطعم هبقى متشكرة لها اكتر لو نقلت روحي كده مثلا لي جين مرات هيون بين تخيلوا كده هبقى امرات هيون بين مرة واحدة انا مش حيب برجع ابدا حد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي التانية على النجاري اتنين ولو عندكم فيسبوك تبعوا صفحتي الوحيدة هناك واكيد ما تنسوش انستجرام و تيك توك كمان وباي اشوفكم في فيديو جديد